موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية أهلا بكم والبداية بالعناوين موسيقى رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الصربي بذكرى الاستقلال موسيقى الجيش الوطني يستعيد أهم اتباه في القطاع الغربي في جبهة القبيطة بمحافظة لاحج موسيقى قوات الجيش الوطني تسيطر على جبل شيفان الاستراتيجي وتقترب من جنوب محافظة تعز موسيقى موسيقى أرمكم إلى التفاصيل بعث فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية برغية تهني أهل نظره الصربي الاكسندر فوتيتشا عنه فيها بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده وعبر رئيس الجمهورية في البرغية باسمه وباسم حكومة وشعب الجمهورية اليمنية عن عهر التهاني بهذه المناسبة الوطنية متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية صربي الصديق التقدم والازدهار بعث فخامة الرئيس عبدربو منصور هادي رئيس الجمهورية برغية عزاء ومواساهل أحمد شوقي كمادي وإخوانه وكافة أفراد أسرته عزاه فيها باستشهاد والده الشيخ شوقي كمادي أشهد الرئيس وأشهد رئيس الجمهورية في البرقية بمناقب الفقيد الشيخ كمادي التي قسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء وتكريس جهوده في نشر التوعية الدينية والتسامح والإخاء بين كافة ابناء الشعب اليمني من خلال عمله خطيبا في جامع الثوار بمديرية المعلة في العصمة الموقتة عدن وأكد رئيس الجمهورية أن مثل الأعمال الإجرامية التي تزهق الأرواح البريئة وتسفك الدماء الطاهرة وتغلق الأمن والاستقرار مجددة من قيمنا الإسلامية والأخلاقية وعبر فخامة الرئيس عن حر التعازي وصادق المواساه بهذا المصاب الأليم سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ووجه رئيس الجمهورية جهازي الأمن القومي والسياسي والأجهزة الأمنية بمتابعة وملاحقة الجناة والقبض عليهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاهم العادل والرادع جراء جرائمهم التي اقترفوها بحق الأبرياء مؤكدا أن يد العدالة ستطال كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن والمواطن بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برغية عزائن ومواساه في استشهاد الشيخ شوقي كمادي خطيب جامعة توار بمديرية المعلة بالعاصمة المؤقتة عدن الذي ارتقت روحه إلى بارئها في عملية غادرة وجبانة وأشهد نائب الرئيس بمناغب الفقيد وجهوده التربوية والتعليمية معبرا عن استنكاره لهذه الجريمة البشعة التي لا تمت للدين والأخلاق والإنسانية بصلة وشدد نائب الرئيس على ضرورة ملاحقة الجناه وإلقاء القبض عليهم وحالتهم للعدالة لأنه لو جزاءهم الرادع موجها وزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية بالتحلي باليغضة العالية لتأمين حياة الناس ولحماية الممتلكات العامة والخاصة وإفشال المخططات الإجرامية بحق المدنيين الأبرياء وبحق العاصمة المؤقتة عدن وعبر نائب الرئيس في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وعقارب الفقيد سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه في صيح جناته وأن يلهم أهله ودويه الصبر والسلوان بعث نائب رئيس الجمهورية الفريغ الركن علي محسن صالح برغية عزاء ومواساف في وفاة وكيل وزارة الإدارة المحلية حميد ناصر المحجري الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية وجهوده الكبيرة والمخلصة في مختلف المناصب الحكومية التي تقلدها وجسد فيها نموذجا لنزاهة والمسؤولية وعبر نائب رئيس الجمهورية في البرقية عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وعقارب الفقيد سائلنا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ودويه الصبر والسلوان بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساه للسفير والمندوب الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة في نونيورك خالد حسين اليماني عزاه في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى شقيقته وقال رئيس الوزراء في برقية العزاء نشاطركم أخي السفير في مصابكم هذا القلل برحيل شقيقتكم الذي اختارها المولى عز وجل إلى جواره امرأة فاضلة وأخت تقية وصالحة في سيرتها بين أهلها وجيرانها ومجتمعها المحيط وعبر رئيس الوزراء في ختام البرقية عن حر التعازي وصادغ المواساة لأهل وذوي الفقيدة سألنا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغف العاصمة لموقاتة عدن اجتماعا للمجلس بحضور محافظة محافظات عدن ولحق والضالع وأبيان وعدد من القيادات العسكرية وأكد رئيس الوزراء على ضرورة استكمال تحرير المناطق التي اعتزال تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية مشيدا بالانتصارات التي يحققها الجيش الوطني في كافة الجبهات في ساحل الغربي والتقدم نحو مشارف العاصمة صنعا لإنهاء الانقلاب على الشرعية الدستورية وإنهاء التمدد الإيراني في المنطقة وشدد على مضاعفة الجهود لاستثباب الأمن في المحافظات المحررة ورفع مستوى الحيطة والحذر لمكافحة الإرهاب وكل ما يقلق السكينة العامة للمجتمع وعدان مجلس الوزراء قتلى إمة المساجد في عدن والتي كان آخرها استجهاد إمام مسجد التوارب المعلى شيخ شوقي كمادي الذي غدرت به مجموعة مجهولة مسلحة مشددا على ضرورة ملاحقة الجناء وتقديمهم للعدالة والوقوف في وجه كل من يريد العبث بأمن الوطن والمواطن وإثارة القلاقل والفتن كما أكد المجلس على ضرورة توحيد القرار العسكري والأمن والذي لن يتحقق إلا من خلال دمج كافة الوحدات العسكرية والأمنية تحت مظلتي وزارة الداخلية والدفاع مشددا على عدم تنفيذ أي مدهمات ما لم تستند على معلومات حقيقية وتحريات دقيقة وأخذ إذن مسبق من النيابة العامة واستمع المجلس إلى تغرير مفصل غدمه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية المهندس أحمد الميسري حول الوضع الأمني في العصمة المواقعة تتعدى مؤكدا أن الوزارة تعمل بجهود كبيرة على تفعيل الأجهزة الأمنية في كافة مدرية المحافظة وقدم محافظ محافظات لاحق والضالة وأبيان والقائم بأعمال محافظ عدن جملة من القضايا المتعلقة بالجوانب الأمنية والخدمية في المحافظات الأربع ومدى تقدم العمل في مختلف المجالات والمشاريع التنموية مشيدين برعاية ودعم فخامة الرئيس عبد ربا منصور هالي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر لتحسين مستوى أداء كافة الخدمات الأساسية في المحافظات مؤكدين أن كافة أبناء المحافظات يرفضون كافة ضعوات العنف والفوضى ووقوفهم الدائم الأجانب الشرعية ووقف المجلس على عدد من القضايا في جدول الأعمال واتخذ حيالها جملة من القرارات والإجراءات المناسبة التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لدى بلادنا كارنسا سهارا جرى خلال اللقاء مناقشة القضايا التي تهم البلدين الصديقين وتبادل وجهات النظر حولها وبالأخص مسألة الدفع للتوصل لحل سياسي عادل ومستدام للأزمة في بلادنا وفق المرجعيات الأساسية الثلاث وجدد الوزير المخلافي استعداد الحكومة اليمنية لاتخاذ كل خطوة لما من شأنها تحقيق السلام وأحلال الاستغرار في اليمن في إطار المرجعيات الثلاث للحل السياسي والتي هي أساس ينبغي الالتزام به لضمان الوصول للسلام المنشود وشدد على أهمية الحفاظ على الإجماع الدولي الداعم للحل في اليمن ووحدة المجتمع الدولي من خلال الدول الدائمة العضوية ومجلس الأمن والدول الرائعة وكذا أهمية دعم المبعوث الأممي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيتش وبذل جميع القهود لإنجاح مهمته مطالباً الطرف الآخر أن يثبت أنه شريك فعلي وحقيقي وجاد في تحقيق السلام ووقف معاناة أبناء اليمن وأن يبدأ باتخاذ إجراءات بناءه أو بناء الثقة وأشاد الوزير الخارجية بالموقف الأمريكي الواضح والثابت بدعم الحكومة الشرعية وفيما يتعلق بضرورة وقف التدخلات الإيرانية في اليمن والمنطقة عموماً وضرورة أن يتم الضغط على النظام الإيراني من المجتمع الدولي ككل مؤكداً الالتزام للحكومة اليمنية بتسخير كافة الإمكانيات والمنافذ البرية والموانئ الواقعة تحت سيطرتها لاستقبال المصاعدات الإنسانية وتوفير ممرات آمنة لكي تصل إلى كافة أبناء الشعب اليمني ومن جانبها أقدت القائمة بأعمال السفر الأمريكية استمرار دعم حكومة بلادها للحكومة الشرعية في بلادنا من خلال المسار الأممي ومرقعيات الحل في اليمن المتوافق عليها مشيرة لأن بلادها ستقدم كل ما يمكن لتيسير مهمة المبعوث الأمم الجديد في التوصل إلى حل شامل للوضع في اليمن بما يسمح باستعادة الأمن والاستغرار ويخفف معاناة المواطنين بحث وزير الزراعة والريع عثمان المقلي في العاصمة الإيطالية روما مع المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو جيرستيانو ديسيلفا سبل تعزيز التعاون بين بلادنا والمنظمة وتعزيز دور المنظمة في دعم سبل العيش للمزارعين ومنتج الغذاء والثروة الحيوانية وتعزيز قدرة الغطاع الزراعي على الصمود وشدد الوزير المقلي على أهمية دور المنظمة كمنبر عالمي معني بأهم الاحتياجات للبشر وهو الغذاء مؤكدا على الدور المحوري للمنظمة في الغضاء على الجوع والفغل خصوصا في بلادنا وبالتنسيق الفعال للمنظمة مع وكالات الأمم المتحدة المعنية بالطوارئ والتغذية والمساعدات لتعزيز التعاون بينها للدعم التنمو الزراعي والثروة الحيوانية وبشكل مستدام وتم الاتفاق خلال الاجتماع على التنسيق الفعال للتحرك المشترك لدى المجتمع الدولي وكالات الأمم المتحدة والمانحين الدوليين لحشد مزيد من الدعم التنموي للغطاع الزراعي في بلادنا حضر اللغاء سفيرة بلادنا لدى إيطاليا اسمهان عبد الحميد الطوقي ووكيل وزارة الزراع والري علي القنيد والمستشار في السفارة أحمد محمد شمر قام قائد جبهة القبيطة العقيد حسن سالم أحمد بالإشراف المباشر على معارك اغتحام الغطاع الغربي لجبهة القبيطة بمساندة طيران التحالف للاستعادته من الميليشيا التي كانت تسيطر على إجزاء منه حيث تم تحرير واستعادة معظم التباب التي يطل عليها حصن الرماء التاريخي وتشرف على الاتجاه الرئيسي الخط الراهدى عدنو تتخذ الميليشيا الحوثية الإيرانية منفذا لإمداد عناصرها في جبهة شعب وأظهر أبطال الجيش الوطني شجاعة عالية في طرد الميليشيا حيث أجبروها على الانسحاب والفرار بعد تكبيدها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد وتم تمشيطها وتطهيرها من الميليشيا الإنقلابية تمكنت قوات الجيش من تحرير مواقع استراتيجية جديدة جنوب شمال محافظة الأحج بعد معارك عنفة مع المتمردين الحوثيين وذكرت مصادر محلية أنه تم تحرير جبل شيفان الاستراتيجي الواغع شمال منطقة كريش التابعة لمديرية القبيطة في المحافظة وذكرت المصادر أن قوات الجيش تواصلوا تقدمها صوب منطقة الشرية جنوبا باتجاه محافظة تعز وسط اندحار مسلحي ميليشيا الحوثي وكبدتها خسائر كبيرة في العتادي والأرواح دمر طيران التحالف العربي غرفة اتصالتها بعهل ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهة الغربية بصعدة أفادت مصادر مطلعة أن غرفة العمليات المشتركة للتحالف رصدت مدفعا وغرفة اتصالات مع ثلاث مركبات عسكرية تقل عناصر حوثية في الجبهة الغربية من صعدة وهي احدى الجبهات التي تدار فيها معارك بين الميليشيا الحوثية والجيش الوطني كما أكدت المصادر أن طيران تحالف تعامل مع الأهداف التي رصدت رغم محاولة الميليشيا اخفاء مواقع الأهداف بين التضاريس الجبلية دشنا محافظ محافظة لحج لو أحمد عبدالله تركي افتتاح مشروع مياه في منطقة العند بمديرية توبن بمحافظة لحج بدعم وتمويل من دولة الإمارات العربية المتحدة نتابع التفاصيل افتتاح مشروع مياه العند بمحافظة لحج بدعم وتمويل الهلال الأحمر الإماراتي صباح اليوم كانت العند على موعدا مع افتتاح أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة تم فيها قص الشريط إذانا بافتتاح مشروع مياه العند ضمن البرنامج التنموي الذي تنفده دولة الإمارات العربية المتحدة حيث دشن محافظ محافظة لحج اللواء أحمد عبد الله التركي افتتاح مشروع مياه في منطقة العند بمديرية توبن بمحافظة لحج بحضور وفد الهلال الأحمر الإماراتي لي شرف كبير اليوم في هذا اليوم البهيج أن أفتح هذا المشروع الضخم والكبير مشروع مياه العند والقراء المجاورة لها الذي قدمته قدمته دولة الإمارات الشقيقة بمبلغ وقدره يمكن 600 ألف ريال سعودي وهذا المشروع تستفيد منه جميع القراء المجاورة في العند ويعتبر من المشاريع الهامة والضخمة نحن باسمكم وباسم أبناء المنطقة وباسم حافظة لحق الأبية نقدم شكرنا وتقديرنا للإمارات الذي لها الدور الكبير في التنمية وفي تقديم المشاريع هذه الإمارات التي قدمت رجالها في المعارك وضحت وقت الزمق الدم اليمني بالدم الإماراتي نحن طبعا من خلال موقفها في الميدان وكذلك موقفها في التنمية نشكر الإمارات ونشكر التحالف ونشكر قلية الدولة على كل ما يقدموه مشروع مياه العند سيسهم في تخفيف معاناة أكثر من عشرة آلاف أسر من سكان أهالي هذه المنطقة تم فيها أيضا تركيب منظومة للطاقة الشمسية مع تأهيل الخزان العام ومد شبكة أنابيب بطول 9 كيلومتر مع توفير مضخة للمياه سعادة غامرة للأهالي المستفيدون من هذا المشروع بعد تعثر المشاريع الخدمية والتنموية في بلادنا وارتياح المغطع النظير لجهود الأشقة في دولة الإمارات العربية المتحدة في تنفيذ هذه المشاريع أتقدم بالشكر القزير والعنقان بالجميل للهلال الأحمر الإماراتي وإلى حكومة وشعب الإمارات العربية الشقيق على دعمهم السقي على وقوفهم معنا في السراء والضراء وعلى دعمهم السقي لإعادة تأهيل مشروع مياه العند هذا المشروع يخدم شريحة كبيرة وفقيرة عدد سكانه أكثر من عشر آلف نسمة أكثر من عشر آلف نسمة مشاريع خدمية تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات ومشروع تجهيز شبكة مياه قرية العند من أهم المشاريع الخدمية التي ستسلم بشكل كبير في إنهاء معاناة سكان هذه المنطقة لقناة عدن الفضائية والضاحة شليل لمحافظة لاحج منحت مؤسسة خطوات للتنمية المدنية وشركات تنفيذي نادي سفراء السلام خمسة من الشخصيات والمؤسسات المدنية لقب سفراء السلام بالمحافظة للحام الماضي 2017 خلال حفل أقيمة بمدينة عتق بالمناسبة تحت شعار يدا بيد من السلام والتنمية الشاملة والمستدامة لمحافظة شبوة تقديرا لجهودهم المبذولة في سبيل الحد من النزاعات وبناء السلام في المحافظة وأشار محافظ شبوة الوارد ركن علي بن راشد الحارثي إلى أهمية المناسبة مشيدا بنجاح تجربتها في أعمالها الإنسانية التي تهدف إلى إحلال السلام في عموم ربوع محافظة شبوة التغى محافظة حضر موت قائد المنطقة العسكرية الثانية لواردوكن فرج بن سالمين البحسني بمدينة المكلة وفدى قيادة التحالف العربي من المملكة العربية السعودية الشقيقة وعبر المحافظ باسم قيادة السلطة المحلية وابناء حضر موت عن شكره للجهود والمساعدات العسكرية والإنسانية واللوجستية التي يقدمها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في سبيل تحرير كافة الأرض اليمنية من الإنقلابيين الحوثيين وكذا جهود ومساعدات وتضحية الأشقاء في دول التحالف وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في تحرير ساحل حضرموت من قبضة تنظيم القاعدة الإرهابي واسترد المحافظة البحثانية التحضيرات الجارية للاحتفال بالذكرى الثانية لتحرير ساحل حضرموت في الرابع والعشرين من شهر إبريل القادم كما استعرض تضحية النخبة الحضرمية في مطاردة فلول تنظيم القاعدة في مديرية دوعا وغيرها من المديريات وما ترعم به مديريات ساحل حضرموت من أمن واستقرار بفضل دعم وتعاون التحالف وقوات النخبة والأمن ووعي أبناء محافظة حضرموت قام محافظ محافظة حضرموت غايد المنطقة العسكرية الثانية الوارق فارق بن سالمين البحسني واجب العزاء لأسرة فغيد الوطن الشخصية الوطنية والسياسية المناظر الكبير عبدالله الصالح البار جاء ذلك خلال زيارة قام بها المحافظ لمنزل الفغيد البار بمدينة المكلة قدم خلالها واجب العزاء والمواساة لكافة أفراد أسرته الكريمة متطرقة لمحطات من حياته الحافلة من نجاحاته ومسيرة النضالية وأدواره البارجة في خدمة الوطن من خلال المناصب التي تقلدها وآخرها منصب نائب رئيس المجلس الشورى وابتهل المحافظ إلى الله العلي القدير بأن يتغمد الفغيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والشهداء والصدقين والصالحين وحسن أولئك رفيقة وأن يلهم أسرته الكريمة وكافة محبيه الصبر والسلوان ناقش المكتب التنفيذي بمحافظة المهرة في اجتماعه برئاسة محافظة المحافظة راجح سعيد باكريت ناقش عددا من التقارير والمبعات المدرجة على جدوة لأعماله وفي الاجتماع الذي حضره الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبد الله نيمر ووكل المحافظة رفع المحافظة برغية تهنئة للقيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى السابعة لثورة الحادي عشر من فبراير وقال باسم غيادة السلطة المحلية بالمحافظة نرفعه لفخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر ودولة رئيس مجلس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر أسمى آيات التهاني والتبركات بهذه المناسبة مثمنا الجهود المبذولة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة الشرعية في مواجهة التحديات والحفاظ على اليمن موحدة وآمنا مستقرا وتأمين الخدمات للمواطنين من عبث الميليشيا الانقلابية مشيدا بالدعم الذي يقدمه الأشقاء في التحالف العربي بغيادة المملكة العربية السعودية لمحافظة المهرة على وجه الخصوص في الجانب الإغاثي والتنموي والأمني ووقفا لاجتماعه أمام جملة من التغارير وخطط المكاتب التنفيذية منها تغارير نشاط مكتب المالية والتغارير التقييمي عن مستوى تنفيذ خطط المكتب التنفيذي لعام 2017 ومشروع خطط عمل المكتب للعام الحالي ومستوى الانضباط الوظيفي في الوحدات الإدارية ووجه المكتب وفروع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديريات بالمتابعة المستمرة لتحصيل الإيرادات المحلية والمشتركة قام الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة أبيان مهدي الحامد ومنسق الإغاثة بالمحافظة خالد إبراهيم وممثل منظمة كير اسكندر باش فريمة بتوزيع مواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر للماراتي لنزح مناطق القراحي وحيس بمحافظة الحديدة والذين نزحوا بفعل أعمال القتل والتنكيل من قبل ميليشي التمرد الحوثية الإنقلابية الإيرانية وأشهد الأمين العام بدعم دول التحالف العربي وفي المقدمة السعودية والإمارات في مختلف المجالات ومنها الجانب الأغاثي والإنساني لافتا إلى أن دماء اليمنيين امتزقت بدماء شقائهم من دول التحالف العربي دفاعا عن الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الربو منصور هادي رئيس الجمهورية وهزيمة وإفشار المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة العربية القدير ذكره أن إجمال النازحين في منطقة حلمة يبلغ 106 أسرة نازح حضر التوزيع مدير عام إعلام أبيان ومسؤول المنظمات بمحافظة أبيان خالد إبراهيم أقامت مؤسسة شباب أبيان حفلا خطابيا وتكريميا بمناسبة مرور 6 سنوات على تأسيسها وفي الحفل الافتتاحي أشهد الأمير العام للمجلس المحلي بأبيان مهدي الحامد بنشاط المؤسسة وما حققته من نشاطات تنموية وخدمية ومن خلال نسج علاقة تكاملية مع مختلف المنظمات الدولية المانحة خدمتان لمحافظة أبيان وفي مقدمتها مساعدة نازح أبيان منذ عام 2011 أثناء نزوح الجماعي لأبناء المحافظة بسبب الحرب من ناحية استعرض رئيس منظمات شباب أبيان أحمد سالم منصور أبرز محطات المؤسسة خلال 6 سنوات من نشاط تنموي واجتماعي تمثل في تفعيل عدد المبادرات منها مبادرة بنك الدم وصنع السلام ومبادرة إنحياز أو إنجاز وأبتسامة لعلاج مرضى السرطان وتنفيذ جازة المرحوم مطهر أحمد الكوني لأعمال الإنسانية وشاد رئيس المؤسسة بدعم السلطة المحلية بأبيان لإنشاط المؤسسة وتقديم كل العون والرعاية للمؤسسة بما مكنها من تحقيق أهدافها بفاعلية عالية بعد ذلك تم تكريم أسرة الشخصية الاجتماعية ومؤسس منظمات المجتمع المدني ومدير عام الشؤون الاجتماعية والعمل المرحوم مطهر الكوني كما تم تكريم محافظة أبيان والأمين العام وعدد من مدراء العموم كما تم تكريم عدد من المؤسسات والمنظمات الدولية المانحة وعدد من الفعاليات السياسية والتنموية والإعلاميين والصحفيين ومنهم مدير عام أبيان ياسر بعزب ومدير عام مكالة سبال الأنباء فضل الشبيبي والمصور التلفزيوني بشير الزيدي تم بمحافظة المهرة التوقيع على اتفاقية إعداد وأصدار لوحات معدنية جديدة للسيارات وكروت الملكية والقيادة بحضور وكيل أول محافظة مختار محمد بن عويد الجعفري بين الإدارة العامة للأمن بالمحافظة والشركة الحضرمية للخدمات وناقش الوكيل مع المدير العام لشركة محمد بخيت النهدي بنود الاتفاقية التي تتضمن إنشاء سجل آلي للمركبات المتواجدة في المحافظة وتصميم لوحات معدنية لكافة أصناف الآليات والمركبات والدراجات النارية ذات المواصفات الفنية الخاصة بتراخيص المركبات والقيادة طبقا لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي وأصدار رخص للقيادة وغيرها استنادا إلى قانون هيئة الشرطة العام 2000 إضافة إلى قانون الاستثمار لعام 2002 حضر توقيع الاتفاقية نائب مدير الأمن العقيد محمد عبد القادر والعقيد سالم عمر الكثيري مدير عام شرطة السير بالمحافظة وحسن كلشات ممثل المهرة للخدمات التقى وكيل أول محافظة المهرة مختار محمد بن عويد أوائل طلاب مدرسة دمون بتريم خلال زيارتهم الترفيهية والسياحية لمحافظة المهرة وخلال لقائهم أشهد الوكيل بجهود الطلاب وتفوقهم في دراستهم وحياتهم العملية والمنافسة على المراتب الأولى بدراستهم ليصلوا إلى على المراتب وتحقيق النجاحات العلمية مستقبلا وتعرف أوائل الطلاب خلال زيارتهم للمهرة على منفذ شحن الحدودي ومنطقة المزيونة على المنطقة الحرة بين اليمن وسلطانة عمان الشغيقة وكذا مدينة الغيضة عاصمة محافظة المهرة يشهد مستشفى مأرب العسكري بمحافظة مأرب تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجال الخدمات الطبية والعلاجية وافتتاح مركز للطوارئ بأحدث الأجهزة الطبية والتشخيصية مزيدا من التفاصيل في سياق التقرير التالي شهد مستشفى مأرب العسكري هنا بمحافظة مأرب افتتاح أغسام جديدة ومشاريع في مجال الخدمة الطبية والعلاجية حيث قام وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الربو عالم فتاة والدكتور أحمد نهماس مدير عام مستشفى مأرب العسكري بافتتاح مركز الطوارئ القديدة وبتكلفة إجمالية 30 مليون ريال مع التأثيس بالجهزة الطبية الحديثة بتمويل من موازنة المستشفى العسكري هنا بالمحافظة وفي ذات السياق تم افتتاح ثلاجية الموتى بتكلفة إجمالية 26 ألف دولار على نفقة المستشفى العسكري بالمحافظة والعمل بوحدة المناظر بتكلفة إجمالية 15 ألف دولار كما دشنا الوكيل لمفتاح المشروع الاستراتيجي لموقف سيارات الإصعاف والآليات الحديثة بالمستشفى العسكري هنا بمحافظة مارب وبتكلفة إجمالية 5 مليون ريال بتمويل من مستشفى مارب العسكري هذا المرفق الطوارئ هو سيخفف معاناة المواطنين لاستقبالهم قبل توزيعهم على قسام الرقود لافت للنظر وأنا أشكر الأخوة إدارة المستشفى العسكري في مارب أن هذا المبنى الذي افتتحناه اليوم مركز الطوارئ داخل المستشفى أنه لم يكن له هناك موازنة معتمدة بل تم توفيره من مخصصات النفقات التشغيلية ويدل على أن هناك شيء في الإدارة عندما تكون إدارة كفأة تستطيع أن توجد وتنتج أيضا أشكر الأخوة الأطباء والمساعدين ونواب الإدارة على هذا النفس الذي بينهم من تعاون وهذا يدل على شيء ما يدل على التعاون سواء في الجانب المالي أو في الجانب الطبي هذا يحفز أننا ننقل هذه التجربة التي شهتها اليوم على مرافقنا الصحية في المحافظة تأتي هذه المشاريع الاستراتيجية في مجال الخرمة الطبية العسكرية ضمن خطة تنموية لمستشفى مارب العسكرية هنا بمحافظة مارب ومنها المرحلة الثانية للدور الثاني لأغسام الرقودة وبسعى استيعابية مئة سريرة وبتكلفة إجمالية 140 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية نحن الشعادة في هذا اليوم بهذا النجاز الجيد الذي تقدم فيه المستشفى العسكري في عداد قسم خاص بالطوارئ مجهز تجهيزات حديثة ومعد إعداد جيد ومرتب ترتيب وفق المعايير المطلوبة في الجانب الصحي هذا يعني يرفض العمل الصحي في المحافظة ويعزز من بناء الصحي في المحافظة نأمل من جميع المستشفيات أن تحذو المستشفى في نجاحه في هذا الجانب كما نأمل من جهات المعنية بالدعم الكافي للمستشفيات في محافظة مارب كونها تستقبل عدد هائلة من الجرحة عدد هائلة من الحوادث التي تحدث في الطرقات كون مارب أصبحت ممر دولي للمسافرين سواء عبر المطار السيئون أو عبر منفذ الحدودي مع السعودية أضافة إلى كثافة النازحين كل هذه تحتم عين تطوير البنية التحتية للجانب الصحي نحن نسعد أن تضاف لبناء من لبناء العمل الصحي في المحافظة كما نأمل المزيد من جهات المعنية ومن جميع النظمات ومن جميع الداعمين بتوفير ما يلزم لتطوير البنية التحتية والبناء المؤسسي الصحي في المحافظة رفض المستشفى العسكري هنا بمحافظة مارب المعدات الطبية والأجهزة الحديثة والأعمال الإنشائية الجديدة تسهم كثيرا في تحسين قولة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنية وأبناء الجيش الوطنية نحن أيضا بسد البدء في المرحلة الثانية وهي بناء دور ثاني للمستشفى العسكري وبناء مركز تشخيصي أيضا بدأنا هذا اليوم العمل بعملية المناظير مناظير المسالك البولية الذي نقوم بتفتيت الحصوات في المثانا وفي الحالب نحن إن شاء الله ستزورنا في الأشهر القادمة ونحن قمنا بكثير من المشاريع نحن اليوم استوردنا كثير من الأجهزة الطبية في الطوارئ الأجهزة الحديثة الحمد لله نشكر قيادتنا السياسية موثلة بالأخ رئيس الجمهورية والأخ نائب رئيس الجمهورية والأخ رئيس الوزراء وكذا الرئيس الهجة الأركاء العامة والأخ محافظة المحافظة الذي دعم هذا المستشفى بكل أمكان الاهتمام من قبل سلطة المحلية عنوان الإنجاز والتطوير والتحديث وحفاوة التكريم التي تسمى كثيرا في الارتقاء بمستوى الخرم الطبية والعلاجية هنا بالمسجف العسكري بمحافظة مارب لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مارب بحضور وكيلة محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي والدكتور عبد الحكيم عون تحتفل المنصقية العليا لثورة اليمن الشبابية بالعيد السابع لثورة الـ 11 من فبراير التفاصيل في سياق التغرير التالي بحضور وكيلة محافظة تعز الدكتور عبد القوي المخلافي والدكتور عبد الحكيم عون والعديد من المشخصيات الاجتماعية والسياسية والشبابية تواصل محافظة تعز لاحتفال بالذكرى السابعة لثورة الهادى عشر من فبراير للمنسقية العليا للثورة اليمنية للشباب جنا اليوم نشارك ابناءنا الطلاب في حركة فبراير الطلابية في احتفائيتهم بالذكرى السابعة لذكرى الهادى عشر من فبراير لثورة الشباب السلمية الشعبية التي خرجت ضد الظلم والاستبداد وضد الحكم الأسري العائلي وهي الآن وهذه الثورة هي بالفعل مستمرة ضد العائلية والكهنتية والإمامية وإن شاء الله اليمن تحقق النصر الكبير في تحرير ترابها الطاهر من الميليشيات الإنقلابية الإيرانية وإن شاء الله سيتم استعادة مؤسسات الدولة المقريب وشهر نظم الاحتفال حركة فبراير الطلابية بجامعة تعز وذلك لإحياء المناسبة بمهرقان فني وخطابي فبراير هي لغتنا ولوننا الذي يشبهنا تماما بعيدا عن كونها ثورة كل الشعب وقوز منها 11 فبراير هي عصارة نضالنا لحظتنا الفارقة التي مهرناها بالدموع والدم ولا يجب أن تكون ولا يجوز أن تكون مجالا لأي مساومة أو تفريط مع فبراير مع ثورة فبراير مع النضال حتى تحقيق كل أهداف الثورة وبناء الدولة الاتحادية تعز منذ توقع 11 فبراير تعاهد على الاستمرار وتحقيق الوطن الاتحادي واحتفالياتها نوع من الصمود في وقه الحصاري والقتل من الشرفوز الإيراني نعاين خالد قناة عدن الفضايا تعز دشنا في محافظة أبيان برنامج الحقول الإضاحية لشبكة الريب التغذير ضمن مشروع الطوارئ لدعم استمرارية الأعمال التي تنفذها وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر سنبس التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية تفاصيل في تغرير التالي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة والري دشنا المهندس أمين باقادر وكيل وزارة الزراعة والري افتتاح أعمال الحقل الإضاحي لشبكة الريب التقطير ضمن مشروع الطوارئ لدعم استمرارية الأعمال التي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر التابع للصندوق الاجتماعي للتنمية بإشراف من وزارة الزراعة والري في التجشين الذي حضره مدير مكتب الزراعة بمحافظة أبنى الدكتور حسين الهيثمي أشهد الوكيل باقادر بالجهود التي تبذلها وكالة تنمية المشاريع الصغيرة التابعة للصندوق الاجتماعي لمشاركة وزارة الزراعة والأخوة في الإرشال الزراعي قدموا المائتين وزارع حوالي 200 شبكة ري بتترضى تقريبا 300 ألف دولار وهذه خطوة جيدة نحن في المزارة ندعم مثل هذه التدخلات مثل هذه التدخلات المستدامة والدخلات التقرارية وتدخلات التقرارية يعني لكلها أفضل عند المزارع أفضل من التدخلات الأخرى وتوزيع إغلاثها وتوزيع من التدخلات المسيطة المزارعين يتضمن البرنامج الذي يستهدف 200 مزارع بشبكة الريب التقطير في مديرية خنفر تقدم خلالها منحة بقيمة 1500 دولار لكل مزارع من المزارعين المستهدفين لشراء شبكة الري والبذور المطلوبة يهدف القائمون عليها إلى ترشيد السهلاك المياه والحد من إهدارها باستخدام تقنيات حديثة الحمد لله اليوم هذا هو عبارة عن تمرت قهود ستة أشهر قام فيها المهندسين في مكتب الإرشاد الزراعي في محمودة أبيان بكل القهود والمتابرة المتابعة 200 حقل في أبيان وكان معنا 200 حقل في لحق أيضا قينا اليوم نتعرف على الزراعة والمزارعين وقميعهم على شبكات الريب التقطير وعلى جميع المزارعين والمزارعات في الحضور يعني على التعريف هذا المشروع هو أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تشرف عليها وزارة الزراعة والري وتنفذها منظمة سنبس للمشاريع الصغيرة والأصغر من خلال ترسيخ مفاهيم معلومات المرشدين والمزارعين وتطبيقها على أرض الواقع للإسهام في تعزيز الروابط المتكاملة بين المهندسين الزراعيين والقطاع الخاص وفي ختام التدشين تم تكريم إدارة مركز الإرشاد والتدريب الزراعي بأبيان بشهادات تقديرية من قبل وزارة الزراعة بحضور مدير مكتب الزراعة في مديرية خنفر الأستاذ ياسر أبو بكر الحسني وممثري مكتب الإرشاد الزراعي ووكالة سنبس تم في مدرسة اللحوم بمديرية دار سعد بعد أن اختثم دورة التوعية الصحية لطلاب وطالبات مدارس محافظة عدن بحضور الأخ محمد عبد الرغيب عبد الرحمن مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة عدن واستهدفت الدورة عددا من مدارس مديرية دار سعد وأكد مدير مكتب التربية أن الدورة تعد من جملة الدورات الصحية البيئية الهادفة إلى تأسيس نوادي صحية بيئية من الطلاب والطالبات في مدارس محافظة عدن وتعمل على تعزيز سلوكيات إنقاذ الحياة عن طريق التواصل المجتمعي للغاية من الأمراض الوبائية التي تهدد حياة المجتمع المدني نمشى مدير عام مدرية المعلى فهد المشبغ مع مسؤول برنامج النقد مقابل العمل بالصندوق الاجتماعي للتنمية المهدس علي شاهر حيدرة نمشى عملية البدء بتأهيل وصيانة عدد من الشوارع والطرقات بمديرية المعلى بالعاصمة عدن وفي الاجتماع أكد مسؤول برنامج النقد عزم قيادة المؤسسة إعادة وتأهيل وصيانة الطرقات برصف الحجارة في الشوارع الرئيسية والحارات بحيث تكون إضفاء الوجه الحضاري لمدينة عدن وفي مقدمتها مديرية المعلى عقب ذلك تم النزول الميداني مع المهندسة سوزيت نجيب ضابطة المشاريع في البرنامج إلى مواقع العمل ورفع تقرير تفصيلي عن التكلفة الإجمالية لعملية إعادة تأهيل الشوارع مع ملاحظة وضع الأولوية للشوارع الفرعية كونها تمثل مركزا حيويا ينعش المديرية وأشار مدير المعلى إلى أن المديرية توجه الكثير من التحديات فيما يتعلق بالتدمير الذي خلفته مليشي الحوث الإنقلابية في حربها على عدن وهو الأمر الذي تسعى قيادة السلطة المحلية بالمبيرية إلى إعادة كل ما دمرته الحرب وإيجاد الحلول وتوفير الخدمات للمواطنين دشنا مدير مديرية البريقة بمحافظة عدنهاني محمد اليزيدي أعمال حملة النظافة في سواحل وشواطئ المديرية والتي تنفذها قسم النظافة بالمديرية في التجين أكد مدير البريقة أهمية الحملة التي تتضمن رفع بقايا مخلفات رواد السواحل وأبرزها وإبرازها بمنظرها الجمالية التي تتميج بها المديرية مشيدا بجهود عمال قسم النظافة على تنفيذهم هذه الحملة كونها تستهدف أهم المواقع السياحية بالمديرية دشنا مدير قسم شرطة التواهي العقيد نبيل عامر وعدد من أفراد شرطة السير حملت تنظيم حركة السير في المديرية بهدف التخفيف من شدة زحمة السير في الشوارع الرئيسية وخلال التجين حث عامر رجال المرور في الشوارع والطرقات العامة بذل المزيد من الجهود لتنظيم حركة السير حركة سير السيارات لضمان عدم ارتكاب المخالفات المرورية بدور إيجابي يدعم الحياة المدنية المعروفة في مدينة عدن نفذ مكتب وزير الدولة لشؤون تفديد مخرجات الحوار الوطني ورشة عمل توعوية ضمن برنامج رفع الوعي بمخرجات الحوار الوطني الأولى بالشركة مع منظمة سواسية لحقوق الإنسان في العاصمة لمواقعات افتحادا وتكتسب الورشة أهميتها من تزامنها بالذكرى السابعة للثورة الشبابية الشعبية السلمية ذكرى الرابعة لاتفاق اليمن الاتحاد الجديد وقيمت الورشة بمشاركة 25 مشاركة ومشاركة من نظمات المجتمع المدني اكتسب خلالها المشاركون حزمة من الموارد التوعوية التي شاملتها وثيقة الحوار الوطني حول موضوع بناء الإنسان وبناء الدولة وناقشت مواد وثيقة الحوار كمسألة توظيف الخصائص الثقافية والاجتماعية والتنوع السياسي في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة بما يؤدي إلى تجاوز الهويات المحلية من خلال نشر الوعي الديمقراطي الوطني في وسائل الإعلام الرسمية والأهلية وفي المجالات التربوية والتعليمية واعتماد خطط وطنية تحقق للشعب مستوى عيش كريم وحرية إنسانية انتهت النشرة عودة للتذكير بالعناوين رئيس الجمهورية يهني ونظيره الصربي بدكر الاستقلال الجيش الوطني يستعيد أهم اتباع في الغطاء الغربي في جبهة القبيطة بمحافظة لاحجة قوات الجيش الوطنية تسيطر على قبل شيفان الاستراتيجي وتقترب من جنوب محافظة تعزي مشاهد الكرام وصلنا نحن وإياكم إلى أختار من نشرتنا الإخبارية لهذه الليلة نلتقي نحن وإياكم في نشرات إخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بخير اشتركوا في القناة